السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم طلاب الصف السادس الحسة السابقة تناولنا درس القراءة اللي هو بعنوان عالم النحلي وتعرفنا على انه عالم النحل مليء بالأسرارة تدول على قدرة الخالق العظيم وتعرفنا على مكونات مجتمع النحل وانه بعيشه النحل في نظام دقيق يحكم ويسود الحب والتعاون والنظام وانه هذا المخلوق الذي أبدع الله خلقه قدوة لمية للإنسان في البراعة وفي التعاون وفي النظام والإتقان اليوم نشاء رح نستكمل رح نتحدث عن بيت النحلة وتسكن كل جماعة من النحل في بيت خاص بها تصنعه بنفسها يسمى الخلية الان كل جماعة من النحل يا سادس لها بيت خاص فيها تسكن فيه هي اللي بتصنع بنفسها بسموه ايش بسموه الخلية اذا بيت النحلة اللي هو ايش الخلية وتصنع العاملات عيون خليتها على هيئة شكل سداسي الأضلاعي الان عيون الخلية هاي البيت اللي بتصنعه على شكل سداسي الأضلاع يعني له ست أضلاع واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست يعني بيتها على هيئة عيون الخلية على هيئة شكل سداسي الأضلاع مكون من ست ايش أضلاع تتلاسقه هذه الأضلاع معا من لاحظه ايش سادس انه هذه الأضلاع بتتلاسق بطريقة هندسية منظمة وايش ورائعة شو السبب انه هاي الاضلاع متلاسقة لتسمح باحتواء اكبر عدد ممكن من أعضاء الخلية السبب حتى تسمح سبحان الله قدرة الخالق عز وجل أنه السبب حتى تسمح باحتواء أكبر عدد ممكن من إيش من أعضاء الخلية الآن النحل ممكن يبني بيته في الجبال أو على الأشجار أو في خلايا خاصة من صنع الإنسان إذن هاي الفقرة اتحدثت عن وصف بيت النحلة أنه كل جماعة من النحل تسكن في بيت خاص بها هي نفسها اللي بتصنع بيتها وهذا البيت شو منسميه منسميه الخلية الآن العاملات وظيفتها صنع البيوت وتصنع عيون الخلية على هيئة شكل سداس الأضلع ليش سداس الأضلع وهذه الأضلع تتلاسق معا حتى تسمح باحتواء عدد أكبر وعدد ممكن من أعضاء إيش الخلية الآن النحل أماكن بناء النحل لبيته ممكن يبني في الجبال أو على الأشجار أو في خلايا خاصة من صنع الإنسان إذن الحصة السابقة كتبنا فكرتين إن شاء رح نكتب هسا الفكرة التالتة اللي هي وصف بيت النحلة رح نكتب الفكرة التالتة وصف بيت النحلة طيب هون طبعا تكل كلمات واضحة ما في كلمة مشوفوما الآن لو أجيت سالتك تسكن كل جماعة من النحل شعرها بتسكنوا يا سادس تسكنوا بعدها بتسكن ما حكينا سكنت إذن عمل في الزمن المستمر تسكنوا فعل مضارع بما أنه رم يسبق بناصب ولا بجازم مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على إيش على آخره طيب تسكنوا كل جماعة من النحل شو رح يعرف جماعة أنا حكيت لك أي كلمة بعد كل رح أعتبرها مضاف إليه إذن يا سادس أي كلمة بعد كل على طول إذا شفت كل وبعدها كلمة بعرب الكلمة البعديها إيش مضاف إليه إذن جماعة مضاف إليه مجرور وعلامة جره تنوين الكسر وتسكن كل جماعة من النحل طبعا من النحل وفي بيت شبه جملة لأنه شبه الجملة من حرف الجر بتكون والإسم المجرور اللي بعدين من النحل في بيت هيا بنسميها شبه جملة طبعا من حرف جر النحل اسم مجر وعلامة جره الكسر وفي حرف جر وبيت اسم مجر وعلامة جره تنوين الكسر على هيئتي كمان شبه جملة من أعضائي كمان إيش شبه جملة في الجبال على الأشجار هيا كلها مكونة من حرف الجر والإسم اللي بعدها إلى آخره هيا رح تتبرها أشياء سادس جملة كيف رح عاربها طبعا حرف جر ولبعدها اسم مجر وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره وعلامة جره وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره وتسكن كل جماعة من النحل في بيت خاص بها تصنعه بنفسها يسمى الخلية وتصنع العاملات عيون خليتها تصنع العاملات الآن لو سألتك شو إعراب العاملات مفردها العاملة يعني هي ايه الجمع مؤنس سالم عشان أعربها يا سادس رح أشوف شو سبقها تصنع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم من القام بالصنع العاملات إذن هي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره صنع العاملات وقع على عيون إذن عيون مفول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة عيون خليتها على هيئة شكل سداسي الأضلاع هيئة ماذا شكل إحنا أضفنا هيئة إلى شكل إذن شكل هي مضاف إليه مجرور وعلامة جره تنوين الكسر وتتلاسق هذه الأضلاع معا بطريقة هندسية رائعة هذه اسم إشارة نحط عند هذه هي سادس اسم إيش اسم إشارة استخدمناها للإشارة بطريقة هندسية رائعة بطريقة هندسية شوصفت الطريقة بأنها هندسية ورائعة كمان إيش نعت إذن هندسية ورائعة وصفت اللي قبليها وتبعت في الحركة إذن هندسية هي نعت مجرور وعلامة جره تنوين الكسر نعت مجرور وعلامة جره تنوين الكسر ليش تتلاسق هذه الأضلاع بطريقة هندسية شو السبب لتسمح لتسمح الآن فيه هون بلاحظ يسادس أنه عندي فعل مضارع اللي هو تسمح طب أنا بعرف أنه الفعل المضارع بيكون عليه ضمة ليش هون موجود فتحة هون في عندي لام اتصلت فيه أكيد ما رح تكون حرف جر لأنه حرف جر بيدخل على الأسماء هاي اللام وضحت السبب وضحت سبب تلاسق الأضلاع إذن هاي لام التعليل ولام التعليل من حروف النصب معناته تسمح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه الفعل المضارع إذا سبق بحرف من حروف النصب رح يكون منصوب وعلامة نصبه الفتحة إذن لتسمح لي لام التعليل وضحت السبب وتسمح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه لفتحة ظاهرة على آخره لتسمح باحتواء أكبر أكبر عدد ممكن لتسمح باحتواء أكبر عدد ممكن من أعضاء الخلية إحنا أضفنا أعضاء إلى مين كمان؟ إلى الخلية طبعا اسم معرف بأل سبقوا اسم غير معرف بأل وسبقوا شبه جملة إذن في الغالب بيجي هيك مضاف إليه ومجرور وتحتيه موجود إيش كسرة إذن الخلية من أعضاء الخلية الخلية هي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وقد يبني النحل بيته يبني النحل بيته الآن خلينا نعرب هذه الجملة اللي هي يبني النحل بيته شو رأيك فعله بيبني؟ طبعا يبني فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم إذن هو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه شو رأيك الظاهرة المقدرة موجود عندي ياء إحنا كنا إذا الفعل المضارع انتهى بألف أو واو أو ياء رح تكون الظمة مقدرة وعلامة رفعه الظمة المقدرة على الياء منعه من ظهورها الثقل مين القام بالبناء النحلو؟ إذن النحلو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الظمة الظاهرة على آخره بناء النحلو وقع على مين؟ على البيت بيته بيته مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره الآن الهاء في بيته الهاء الضمير المتصل مع الاسم بما أنه الهاء اتصرت مع اسم إذن الهاء ضمير متصل مبني في محلجر مضاف إليه إذن بما أنه الهاء مع الاسم رح تكون ضمير متصل مبني في محلجر أيش؟ يسادس في محلجر مضاف إليه بعدما تعرفنا يسادس على بيت النحلة وكيف وصفنا شكل هذا البيت وأماكن بناء بيتها رح نتعرف على دور النحل في عملية التلقيح اللي هي في زيادة إنتاج الأشجار والأزهار يسهم النحل في زيادة إنتاج الأشجار والأزهار كيف؟ ما معنى يسهم؟ معنى يسهم بمعنى يساعد كيف النحل بساعد في زيادة إنتاج الأشجار والأزهار؟ عندما يتنقل بحثاً عن رحيق أزهارها لما تتنقل يسادس النحلة تبحث عن رحيق اللي هي المادة حلوة المضاق في أثناء تنقلها بحثاً عن رحيق الأزهار الآن ينقل بجسمه حبوب اللقاح من شجرة إلى أخرى وهو أثناء بحثه عن رحيق الأزهار قاعد النحل بنقل بجسمه حبوب اللقاح من شجرة إلى أخرى هذه الطريقة تعرف بعملية تلقيح الأشجار وهي عملية مهمة لاستكمال مراحل نمو الثمار إذن عملية تلقيح الأشجار يا سادس هذه مهمة لاستكمال مراحل نمو الثمار إذن هذه الفقرة تكلمت لنا عن دور النحل في زيادة إنتاج الأشجار والأزهار في زيادة إنتاج الأشجار والأزهار الآن يسهمه عمل في الزمن المستمر ولم يسبق مناصب ولا بجازم إذن هو فعل مضارع مرفوع وعنامة رفع الضمة النحل قام بالإسهام إذن هو فاعل مرفوع وعنامة رفع الضمة في زيادة شبه جملة مكونة من حرف الجر واللي بعدها اسم مجرور عم جره الكسرة وهو مضاف زيادة ماذا إنتاج الأشجار مضاف إليه مجرور وعنامة جره الكسرة والأزهار هون الواو عندي حرف عطف دائما بعد حرف العطف شو بعربية سادس إذن الأزهار بعينها بعد حرف العطف إذن هي اسم معطوف شو كيف دعرف الحركة اللي قبليه مجرور في تحتيه كسرة إذن اسم معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة إذن الأزهاري اسم معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على إيش على آخره عندما يتنقل طبعا يتنقل كمان في المضارع مرفوع لماذا يتنقل بحثا إذن هون وضح سبب التنقل بحثا هي اسم منصوب وجاءت جواب عن لماذا إذن هي مفعول لأجله يتنقل بحثا إذن بحثا هون مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح عند رحيق أزهارها عن حرجر ورحيق اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف وأزهاري مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة والهاء بمأنها مع الاسم ضمير متصل مبني في محل جار مضاف إليه فينقل بجسمه الآن هون في عندي ضمير اللي هو الهاء ضمير متصل عائد على مين على النحل ومأنه مع اسم أي ضمير سادس بتتصل مع الاسم رح يكون ضمير متصل مبني في محل جار مضاف إليه إذن الهاء فيه بجسمه ضمير متصل عائد على النحل وإعرابه رح يكون ضمير متصل مبني دائماً ضمائر مبنية بما أنه مع الاسم في محل جار مضاف إليه ضمير متصل مبني في محل جار إيش في محل جار مضاف إليه حبوبة مفعول به من صوبة على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف واللقاحي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة ومن حرف جر وشجرة اسم مجرور وعلامة جره تنوين الكسر وإلى حرف جر ومكونها شبه جملة من حرف جر والاسم اللي بعدي وهو ما يعرف بعملية تلقيح الأشجار وهي عملية مهمة استكمال مراحل نمو الثمار الآن هو وهي هاي شو منسميها ضمائر ايش منفصلة هو وهي منسمي ايش ضمير منفصل مش للغائب ضمير منفصل انفصل عن الكلمة غير عن الها اللي هي فيه بجسمه هاي منسميها ضمير ايش ضمير متصل وهي عملية مهمة لاستكمالي الاستكمالي طبعا اللام حرجر واستكمالي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره طبعا يا سادس راح اعطيك الواجب تستخرج لي من درس الكامل الدرس الجموع وانواعها باستثناء لانا استخرجته راح تقول لي مثلا هاي الجمع وشونو عها جمع ايش اللي اخدناهم مذكر سالم او تكسير او معنى السالم ماشي الان راح نتعرف على استخدامات عسل النحل عسل النحل غذاء مفيد للانساني كنا منعرف يا سادس ان العسل هو غذاء مفيد للانسان واذكر في القرآن الكريم فضلا عن اهمية شمعه الان الهاء شمع مين فضلا عن اهمية شمعه ضمير متصل عائد على العسل بما انه مع الاسم حكينا اي ضمير مع الاسم ضمير متصل مبني في محل جر مضافلة في صناعة انواع معينة من الشموع اذا عسل النحل غذاء مفيد للانسان والان شمعه في الاستخدامات معينة في صناعة انواع معينة من الشموع والالوان والدهانات والمستحضرات الطبية اذا باستفيدوا من العسل في الغذاء انه غذاء مفيد وباستخدموا شمع العسل باستفيدوا منه في صناعة انواع معينة من الشموع والالوان والدهانات والمستحضرات الطبية اذا الفكرة الاخيرة راح نحطها في هاي الفقرة اللي هي استخدامات عسل النحل استخدامات عسل النحل في عنا هون الموجودة الآية قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فسلكي صبل ربك دللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون فسلكي صبلة معنى صبلة طرقة ماذا معنى يا سعد السبلة طرقة في حرف جر صناعة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف وأنواع مضاف إليه مجرور ومجره تنوين الكسر صفة الأنواع بأنها معينة بما أنه اللي قابليها مجرور معينة نعت مجرور وعلامة جره تنوين إيش؟ تنوين الكسر من الشموعي من حرجر الشموعي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الآن الواو فيه والألوان والديهانات والمستحضرات بسميها حرف إيش؟ حرف عطف الآن الاسم اللي بعديها شو ماله يا سادس؟ اسم معطوف رح يكون يتبع لي قبلي مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره إذن الألوان الدهانات والمستحضرات هي اسم معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة والواو حرف عطف الآن الطبية شو صفة المستحضرات بأنها طبية وتبعت الاسم اللي قبلها في الحركة إذن نعت مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره الآن اللي بديك يا سادس تركت لك تستخرج لي الجموع وشو نوع هاي الجموع طبعا بالاستثناء اللي أنا كتبته رح تكتب للجميع ونوعه طبعا رح تعرف نوعه لما تجيب المفرد من الجميع ولهيك نكون أنهاينا الدرس الحس القادمة إن شاء الله رح نستكمل حل المعجم والدلالة والفهم والاستيعاب ويعطيكم العافية